مصر تتسلم التابوت الاخضر الذي تمت استعادته من الولايات المتحدة وشكري يؤكد توسيع اتفاقات استرداد الاثار المصرية المهربة للخارج رئيس الوزراء يتابع جهود اصدار الرخصة الذهبية ويؤكد ان الحكومة تركز على جذب الاستثمارات للعديد من القطاعات تقرير لمجلس الوزراء يتوقع ان تسجل سوق العقارات التجارية في مصر نموا بنسبة خمسة بالمئة خلال الفترة من الفين واثنين وعشرين الى الفين وسبعة وعشرين العاشرة بتوقيت جرانيتش الثانية عاشرة ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة من دي ام سي اهلا بكم تسلم وزير الخارجية سامح شكري تابوتا اثريا معروفا باسم التابوت الاخضر في مؤتمر بمقر الوزارة وذلك بحضور وزير السياحة والاثار احمد عيسى القائم بالاعمال الامريكي في القاهرة كانت مصر قد اعلنت في نهاية سبتمبر الماضي استرداد الغطاء تابوت اثري استثنائي يعود لكاهن مدينة هيراكيو بوليس عنخ انمعت من الولايات المتحدة كان بحوزة متحف هيوستن وتسلمته القنصلية المصرية في المدينة واثبتت التحقيقات الامريكية بالسنوات الثلاث الاخيرة تهريب ست عشرة قطعة اثرية مصرية بطرق غير مشروعة في ثلاث قضايا مختلفة من بينهم ست قطع تم استردادها من متحف المترو بوليتان وتسع قطع اثرية نادرة كانت بحوزة احد رجال الاعمال الامريكيين بالاضافة الى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي اكد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي على ان عودة التابوت الاخضر لارض الوطن يمثل نجاحا جديدا لوزارة الخارجية في اطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة مشيرا الى ان مصر بصدد توسيع الاتفاقات الخاصة لتسهيل استرداد اثارنا المهربة للخارج استعادة التابوت الاخضر وعودته الى ارض الوطن تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات جهود وزارة الخارجية في حماية ارث مصر الحضاري وانعكاسا لروح التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الامريكية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعدة الاثار المهربة وهو التعاون الذي تم تعزيزه بالتوقيع على مذكراته تفاهم في عام 2016 و2021 لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ووضع اطار قانوني للتعاون في هذا المجال وهو ما كان له عظيم الاثر في تكثيف وتسريع وتيرت عمليات استعدة الاثار المصرية التي خرجت بطريق غير شرعي إلى من الولايات المتحدة الامريكية كانت مصر من اوائل الدول التي صدقت على اتفاقية لاهاي لعام 1954 واليونسكو لعام 1970 لحظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بتاريخ غير مشروع كما حرست مصر على ابرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة لحماية التراث الثقافي والاثري بما يسهل من اجراءات الخاصة بعملية الاسترداد مع العديد من الدول كما اننا بصدد التوسع في توقيع تلك الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل عملية استعادة اثارنا المنهوبة من الخارج وقد كان من نتاج ذلك ان نجحت مصر على مدار الاعوام العشر سابقة في استعادة العديد من القطع الاثرية المهربة والتي يقارب عددها تسعة وعشرين الف وثلثمائة قطع اثرية من جانبه قال وزير السياحة والاثار احمد عيسى ان مصر تسترد اليوم سبع عشرة قطعة اثرية من الولايات المتحدة من بينها التابوت الاخضر اوجه عيسى الشكرى للسفارة الامريكية على التعاون مع مصر في استرداد الاثار المصرية التي خرجت بطرق غير شرعية نحن اليوم بصدد استلام قطع اثرية هامة كانت قد سرقت وتم تهريبها من مصر منذ عدة سنوات الى الولايات المتحدة الامريكية ومع تضافر الجهود المصرية والدولية والسلطات الامريكية وبعد تحقيقات استمرت اكثر من عامين نجحنا في استردادها لقد عانت مصر في فترات سابقة من عمليات نهب لتراثها الثقافية والاثرية وهو ما دع الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جادة وملموسة في حماية الممتلكات الثقافية والعمل على استردادها واسترداد ما تم تهريبه الى الخارج ولان حماية الممتلكات الثقافية هي احدى اهم اولويات الحكومة المصرية فقد افرضت دستور المصري ثلاثة مواد حول حماية الاثار ومنع التعدي عليها واسترداد ما تم تهريبه ولقد قامت مصر بالانضمام والتوقيع على اتفاقية اليونسكو سنة 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية كما تم عقد عدة اتفاقيات ثنائية في مجال استرداد الآثار ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع العديد من الدول ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الموقع ما بين الخارجية الامريكية والخارجية المصرية سنة 2016 كما ذكر زميني مع الوزيخ خارجي والتي تم تجددها المدة خمس سنوات في نوفمبر 2021 تم على اثرها تم على اثرها استرداد العديد من القطع الاثرية الهامة ومنها التابوت الذهبي للمدعو نجم عنخ عام 2019 اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على جذب الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية للاقتصاد الوطني اذلك من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر اخلال لقائه مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة تابع رئيس الوزراء الجهود الخاصة بملف اصدار الرخصة الذهبية حيث اكد انه يحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن مشيرا الى انشاء وحدة بالهيئة تختص بالرخصة الذهبية هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات اصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا او الكترونيا كما تابع رئيس الوزراء جهود تحديث الخريطة الاستثمارية مشيرا الى التنسيق بين الوزارات المعنية بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمارات وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور عمر صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا دكتور عمر اهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي اهلا بك صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينك صباح الخير دكتور عمر سؤالي لك دكتور عمر اهمية الخطوات الاخيرة التي تتخذها الحكومة المصرية من اجل التشجيع على الاستثمار في مصر ومنها على سبيل المثال اصدار الرخصة الذهبية لو تحدثنا عنها بشكل مفصل اشوف هو الحقيقة في السنوات الاخيرة بذات الخامس سنوات الاخيرة مصر اصبحت او تحاولت الى اهم الوجهات الاستثمارية مش بس في المنطقة لكن اه في الدول النشئة يمكن في افريقيا احنا كنا السنتين اللي فاتوا كنا الوجهة الاولى والتانية على مستوى افريقيا ده بسبب الحوافز والاجراءات غير المسبوعة يمكن اتكلمت عن الرخصة الذهبية اجراءات وحوافز غير مسبوقة عشان تعزز تدفق النقد الاجنبي لمصر ونتجاوز تدعيات الازمات او التقلبات العملية الحقيقة وصل حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية والانقال دي المهم من الناس تعرفها خلال السبع تمن تشهر يعني مثلا من يوليو واحد وعشرين لحد مارس لحوالي تمانية مليار تمانية مليار دولار بزيادة خمسين في المية في مؤشرات على زيادة استثمار كمان مؤسسي يعني سنديق السيادية العربية او الدولية الحقيقة مهتمة بالاستثمار في مصر يمكن سنديق السعودية او الاماراتية او الخليجية بواجن عام ويمكن الصندوق السيادية او السنديق السيادية الفرق ما بينه وبين الساسمار الفردي او الساسمار المؤسسي كبير لان الحقيقة ما بتحطش اي اموال او اي استثمارات الا لو كان في تابات وارقام بتبقى كبيرة جدا وصل حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال السنة دي حاول اتباع مليار دولار والحقيقة يمكن اللي يشدنا مش بس حجم الاستثمار اللي يشدنا المجالات الجديدة اللي الحكومة والدولة بدأت تشتغل عليها وبتشتغل عليها خلال الفترة الماضية احنا شفنا مصر نظمة الكوب 27 او الكوب 27 في شرم الشيخ وكان مجالات مفتوحة وفتحت في الاستثمار وسيد رئيس يمكن اكد على هذه النقطة واعتقد ان القيادة السياسية دافع قيادة السياسية وحديث القيادة السياسية عن قطاعات مفتوحة امام الواسسبرين زي الهيدروجين الزغدر والامونيا الخضرة والسياحة والصماعة وخدمات مالية والتحول الرقمي طاقة الرياح التاقة الشمسية يعني الاستثمارات مثلا في طاقة الرياح والتاقة الشمسية وصلت النهاردة لخمسة مليار دولار لدينا استراتيجية وطنية للاعتمال على الطاقة النظيفة شركات انا مش عايز اقول اسمها لكن شركات اجنبية دولية كبيرة دخلت وحطت طلبات الاساسمار في الطاقة النظيفة مصر نرضى في الطريقة للتحول لمركز اقليمي لتجارة الطاقة الخضراء مع شركات العالمية الكبرى شفنا خمستاشر خمستاشر مذاكر التفاهم مع كبرى شركات العالمية لانتاجه الهيتوجين والامونيا الخضراء شركات كبرى بتحط استمارات بالمليارات انا مش بتكلم على مليون ولا اتنين مليون ولا عشرة مليون انا بتكلم على مليارات بتكلم على ثلاثة اربعة خمسة مليار دولار علشان تتحط فيها هذه الصناعات اللي بتوفر حقيقة فرص عامة كبيرة واللي كان احد اسبابها الرئيسية كمان البنية التحتية البنية التحتية اللي بوجودة في مصر خلال السنوات الماضية اللي اصبحت على اعلى مستوى لجازم الاستثمار الاجنبي لكن خليني نقول لك على نقطة مهمة الحقيقة اللي يسميها political will او الارادة السياسية او القرار السياسي او المتابعة السياسية نرده شركة سيد رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء في زيارة لهاية الاستثمار بتكلم على الحوافص اللي بتقدم الحكومة على العرصات زي ما انت قلت الرخصة الذهابية الاصلاح الضريبي خريطة الاستثمار كل دي حقيقة جهود اتعاملت عشان تحقيق بيئة الاعمال بيئة الاعمال مهمة جدا انك انت تساهل وتحسن بيئة الاستثمار لا تجذب الاستثمارات الاجنبي حتى ان خليني ااخد من كلام دولة رئيس الوزراء لما تكلم عن مضاعفة الارقام برغبة الدولة انها تضاعف الارقام وهذا ما ننتظر ان نرى ثماره في الحقيقة خلال الفترة القادمة بشكل اكثر وضوحا الدكتور عمر صالح اثتاز الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك توقع تقرير لمجلس الوزراء ان تسجل سوق العقارات التجارية في مصر نموا مركبا بنسبة 5% خلال الفترة من 2022 وحتى 2027 وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا واضح مجلس الوزراء ان القطاع العقاري المصري يتميز بالدعم الحكومي لمشروعات البناء في جميع انحاء البلاد فضلا عن نقاط السعر المواتية للمستثمرين الاجانب التي تدعم الطلب الجيد على الاسهم العقارية التجارية المحلية واضف ان قطاع العقارات في مصر يمتلك العديد من الفرص مثل ندرة الاصول ذات الدرجة الاستثمارية والطلب المتزايد على الاصول المنتجة للدخل الرئيسي حيث يوفران مساحة للمطورين الرأسماليين تابع وزير الاسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة وهي احدى مدن الجيل الرابع اوضح وزير الاسكان انه تم وجارٍ تنفيذ اكثر من تسعين الف وحدةٍ سكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين وذلك بمدينة حدائق العاصمة وتم حتى الان تخصيص واحدٍ وعشرين الفاً وستمائة وحدةٍ للمواطنين من قبل صندوق الاسكان الاجتماعي وتم تسليم آلاف الوحدات لمستحقيها كما تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية واشار الجزار الى ان مدينة حدائق العاصمة تضم مناطق اسكانٍ متنوعة الكسافة ومناطق خدمية وصناعية ومشروعات استثمارية بمساحة حوالي ثلاثة آلاف فدان ومحاور خضراء ومناطق لوجستية ومشروعات سياحية اكد وزير التعليم العالي ايمن عاشور على اهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الابحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي تحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر الفين وثلاثين وخلال ترأسه لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اشار عاشور الى اهمية التركيز على الابحاث في مجال الصناعات التحويلية الانتقال من مرحلة تصدير المواد الخام لمرحلة تصدير المواد المصنعة للخارج مؤكداً اهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتعظيم لاستفادة من خبرات العلماء المصريين اكد وزير التربية والتعليم رضح جازي ان هناك اجراءات صارمة لمنع الغش في اللجان اثناء امتحانات الثانوية العامة اضاف انه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم اسوة بالعام الماضي اشدد وزير التعليم خلال اجتماعه مع خبراء المركز القومي للامتحانات على اهمية الالتزام بخريطة الاختبارات والمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية مؤكدا على انه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل الالكتروني بعيدا عن العنصر البشري بالاضافة الى انه سيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة اجابة الطالب عن الاسئلة المقالية وارسالها لاثنين من المصححين لثبات ودقة التصحيح شهدت وزارة الثقافة خلال عام الفين واثنين وعشرين من خلال قطاعاتها المتعددة عاما حافلا بالفعاليات والانشطة واقامة المشروعات سعت الوزارة خلاله لتحقيق محاور استراتيجيتها التي تعمل وفق رؤية مصر الفين وثلاثين التي تهدف الى رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت وتحقيق العدالة الثقافية وبناء الانسان والريادة الثقافية المصرية الى جانب الحماية الوطنية وصون التراث عكس عام الفين واثنين وعشرين اهتمام الدولة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الانسان وتعزيز الريادة الثقافية المصرية الى جانب حماية وصون التراث والعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين في كافة مجالات الفنون والآداب وفقا لرؤية مصر 2030 وتضمنت جهود وزارة الثقافة خلال عام 2022 ادخل عشر مواقع ثقافية وإبداعية لمنظومة العمل بعد إجراء عملية الإحلال ورفع الكفاءة لهم إلى جانب انتهاء العمل بستة مواقع ثقافية تستعد لاستقبال الجمهور مع بداية العام الجديد وضمن جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري على كافة المستويات عملت وزارة الثقافة على وصول الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للقرى الأكثر احتياجا ضمن المشروع الرئاسي حيا كريمة حيث نفذت أكثر من ألفي فعالية في قرى المشروع ويعد حماية وصون التراث الثقافي المصري من أهم محاور عمل الوزارة حيث نجحت مصر في تسجيل الملف السابع على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو والمتمثل في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إضافة إلى تخريج الدفعة الثانية والثالثة من مبادرة صنيعية مصر وتخريج الدفعة الثانية عشر من مبادرة بيت جميل وسعت وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر عام 2022 حيث نظمت الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب وحلت فيها اليونان ضيف شرف بمشاركة خمسين دولة واحتفاء باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي 2022 نظمت وزارة الثقافة برنامجا إبداعيا متميزا انطلق في إبريل الماضي بحفل فني أقيم في مصرح سور القاهرة الشمالي وقيم خلاله أكثر من 149 حدثا فنيا وثقافيا وحرست وزارة الثقافة على العمل للوصول للمناطق التي حرمت ولسنوات من الحصول على المنتج الثقافي والسينمائي لذا أطلقت الوزارة مشروع سينما الشعب في 16 موقعا بمختلف المحافظات وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة مجموعة من الفعاليات والأنشطة على ثلاث مراحل بعدد من المحافظات وتضمنت أنشطة الثقافة خلال عام 2022 تنظيم العديد من الفعاليات وعلى رأسها الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجربي والدورة السادسة والعشرون للمهرجان القومي للسينما المصرية والدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح والدورة الحدية والثلاثون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وفي مجال تعزيز القيم الإيجابية ومكافحة الإرهاب نظمت وزارة الثقافة أربعين ألف فعالية استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن إلى جانب تنظيم أربعة وعشرين ألف فعالية في مجال تنمية الموهبين وألف وستمائة فعالية خاصة بذوي القدرات الخاصة يحل الزمالك ضيفا على نظيره أسوان في المباراة التي يستضيفها استاد أسوان في الثالثة إلا الربع عصرا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد أربع وعشرين نقطة وبفارق الأهداف عن الغريم التقليدي النادي الأهلي الذي يحل ثانيا بنفس رصيد النقاط بينما يأتي أسوان في المركز الثامن برصيد إثنتي عشرة نقطة ضمن منافسات الجولة نفسها يلتقي الأهلي نظيره بيرامدز في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي يتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد أن تعادل في آخر مبارتين أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا حيث يحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد أربع وعشرين نقطة فيما يتواجد بيرامدز في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة بعشرين نقطة وعالميا يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره برانفورد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب جريفنبارك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يخسر ليفربول في المباريات الأربع الأخيرة بعد انتصاره على توتنهاموت سبير وساوس هامتون وأستون فيلا والإستر سيتي ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثمان وعشرين نقطة جمعها من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات وأربع خسائر إلى هنا نصل إلى ختام النشرة دمتم في رعاية الله وآمن